اهلا بكم يشهد العالم الاسلامي منذ مدة ليست بالقصيرة ظاهرة وفرة الفتاوى وإقبال الناس عليها وتعدد الشيوخ المنخرطين فيها وتظهر من حين لآخر فتاوى غريبة وأخرى متطرفة سرعان ما تنتشر بين الناس وتساهم الفضائيات ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في تناقلها وإثارة النقاش حولها اخترت اليوم أن أشارككم بعضا من أغرب الفتاوى التي أصدرها المشايخ وراجت بين الناس في الآونة الأخيرة لكن قبل ذلك أود أن أشير إلى أنه لم يبق شأن من شؤون الحياة لم تمسه نار الفتوى ولم يطله سعيرها فالفتوى حاضرة في كل مكان وكل زمان وكل أمر من أمور حياة المؤمن فالمسلم يعيش محاصرا بالأوامر والنواه الدينية في كل دقيقة من حياته وهذا الحصار يقود إلى طاعة المشايخ باعتبارهم خليفة الله على الأرض طاعة عمياء كما أن المسلم يعتبر نفسه قاصرا عن إدراك المستقبل غير قادر على فهم الحكمة الغائبة عنه فهو يركن إلى الله ومؤسساته على الأرض وكهنة الدين الذين يمثلون حلقة الوصف بينه وبين الله فهذا ما يفسر إقباله على الفتاوى وتلقفه لها والآن لنبدأ مع النظر في أغرب الفتاوى وأطرفها ولن أعلق عليها وسأترك التعليق لكم الفتوى الأولى هي وجوب قتل ميكي ماوس فتوى مضحكة مصدرها الداعي السوري الشيخ محمد المنجد الذي طالب بقتل الدمية ميكي ماوس لأنه من فئة الفئران ويحل قتله في الحل والحرم وأن الشيطان يسير هذه الفأرة يعني هذه من جنود إبليس يسيرها إبليس وأن إذا وقعت في سنقوها وما حولها إذا كان جامداً وإذا كان ماء يعني يرمى كله لأنها ناجيسة الفأرة يعني الفأر في الشريعة الثانية شيء ممقوط يعني مفسد يعني كائم مفسد إيش رأيك الآن بالفأر عند الأطفال يعني ميكي ماوس هي شخصية عظيمة يعني معنو ميكي ماوس هذا يعني يقتل يعني أسرع يعني على أها يعني شرعاً يقتل في الحل والحرم يعني وأوضح الداعي المعروف أن الفئران من جنود إبليس ويسيرها الشيطان مشيراً إلى أن الإسلام سمى الفأر فويسقة ويجوز قتل في إيران في أي وقت لأنها ناجيسة وهي كائنات ممقوطة الفتوى الثانية دخول المرأة الإنترنت حرام في سنة 2004 نشرت صحيفة القبس الكويتية فتوى لشيخين عثمان الخميس وثعد الغامدي تحرم على النساء ولوج الإنترنت إلا بحضور محرم وليس أي واحد بل واحداً يكون مدركاً لعهر المرأة ومكرها الفتوى الثالثة هي تحريم نوم المرأة بجوار الحائط من أغرب الفتاوى فتوى صدرت سنة 2007 عن مجموعة يطلق عليها القبيسات في ثوريا تقول أن نوم المرأة جنب الحائط لوحدها حرام لأن الحائط مذكر الفتوى الرابعة جلوس المرأة على الكرسي حرام في سنة 2013 أطلق الداعي اليمني الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ فتوى نصت على ما يلي إن من أخطر المفاسد التي بليت بها أمتنا العظيمة ما يسمى بالكرسي وما يشبهه من الكنبات وخلافها مما هو شر عظيم يخرج من الملة كما يخرج السهم من الرمية وإن السلف الصالح وأوائل هذه الأمة وهم خير خلق الله كانوا يجلسون على الأرض ولم يستخدموا الكرسي ولم يجلسوا عليها ولو فيها خير ألف علىه حبيبي وقررة قلبي وروح فؤادي المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن تبعه بإحسان وهذه الكراسي وما شابهها صناعة غربية وفي استخدامها والإعجاب بها ما يوحي بالإعجاب بصانعها وهم الغرب وهذا والعياد بالله يهدم ركنا عظيما من الإسلام وهو الولاء والبراء نسأل الله العافية الأمر جلل يا أمة الإسلام فكيف نرضى بالغرب ونعجب بهم وهم العدو وما يجلبه الكرسي أو الأريك من راحة تجعل الجالس يسترخي والمرأة تفتح رجليها وفي هذا مدعاة للفتنة والتبرج فالمرأة بهذا العمل تمكن الرجل من نفسها لينكحها وقد يكون الرجل من الجن أو الإنس والغالب أن الجن ينكحون النساء وهن على الكراسي والجلوس على الأرض يذكر المسلم بخالق الأرض وهذا يزيد في التعبد والتهجد والإقرار بعظمته سبحانه لو فيه بس حد عيال صغرين مشوهم الجن ينكحون النساء وهن على الكراسي أعوذ بالله هكذا صفعتني الفتوى التي سقها الداعية العلامة اليمنى الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ عنوان تنبيه إلى حرمة الكراسي الكراسي كمان حرام وما أشبهها من مقاعد وآرائك يعني الكنب خلوا بالك يا جماعة بتحس بالكنبة والله أكبر الفتوى الخامسة إهداء الظهور للمريض حرام أفت الشيخ ابن جبرين أن إهداء الظهور للمرضى لا فائدة منه لأن الظهور لا تشفي المريض ولا تجلب الصحة وهذا ليس سوى تقليد أعمال الغرب والظهور تشترى بأرفع الثمن ولا تبقى إلا وقتا قصيرا ثم يرمى بها في سلة المهملات دون استفادة فيكون الأولى الاحتفاد بثمنها وصرفه في شيء نافع من أمور الدنيا أو الدين عن فتوى المتعلقة بحد الصارقة كلنا نعلم أن القرآن جاء بقطع يد الصارق ففي سورة المائدة قال والصارق والصارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والأحاديث تحدد الحد الأدنى الذي ينفذ فيه حد القطع ادروي عن محمد أنه قال لا تقطع يد صارق إلا في ربع دينار فصائدا واللفظ لمسلم ولم تكن في عهده وعهد صحابته من بعده تقطع في الشيء اليسير كالتمرات أو الفاكهة التي لا تساوي شيئا أما اليوم فقد أصبح لدينا قائمة طويلة من أنواع الصارقة التي لا يطبق فيها الحد وكلها صدرت فيها فتاوى ومنها مثلا أنه لا حد على من صرق كتب العلم والسبب أن الصارق له فيها حق العلم ولا حد في صرقة المال العام والسبب أن للصارق فيه نصيب ولا حد على من صرق كلبا لأنه محرم اتخاذه ولا على من صرق خمرا أو خنزيرا أو رقعة شطرانش وبشكل عام صرقة كل شيء محرم شرعا لا يطبق فيها حد القطع مثل آلات المثيقة وحتى الأبناك لأنها تتعامل بالربا إذن في الإسلام تقطع يدك إذا صرقت بيضا ولا تقطع إذا صرقت بنكا نتابع لا حد على من أتمن على وديعة وخان الأمانة لا حد على من صرق طفلا حرا ويقام الحد على من صرق طفلا عبدا لماذا؟ لأن الأول ليس بمال والأخير يعتبر مالا لا حد في صرقة الأواني من ذهب وفدة لأنه محرم استعمالها لا حد على الأب إن صرق من مال أبيه ولا الزوجة إن صرقت من مال زوجها ولا الدائن إن صرق من مال مدينه في حدود مبلغ الدين والسبب أنه يعتبر بذلك يسترجع حقه في مال مدينه لا حد على العبد إذا صرق من مال سيده لأنه نفسه يعتبر مالا فكأن مال السيد يصرق بعضه بعضا لا حد على من صرق مال الغير دون استخفاء أي بعلم المجن عليه ولكن دون رضاه ويدخل تحت هذا النوع الاختلاث والخيانة والنه مثل أن يأخذ الصارق ملابس شخص خلعها ووضعها بجواره ثم يهرب بها على مرأة من المجن عليه ومثله أيضا أن يخطف شخص من آخر ورقة مالية كان يمسكها بين أصابعه أو ينتشل حقيبة يد أو جوال أو مجوهرات في الشارع الفتوى التالية هي فتوى تحريم الثقة في النفس سئل مفتي السعودي السابق محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن قول من قال أنه تجب الثقة في النفس فقال أنها لا تجب ولا تجوز للحديث النبوي اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ثم قال الشيخ للسائل أخشى أن هذه غلطة منك لا أظن أن إنسانا له عقل يقول ذلك ويقول ابن القيم في الفوائد وسر التوكل وحقيقته هو اعتماد القلب على الله وحده والثاني أن من اعتمد على نفسه اعتمد على عجز وضعف وعورة ومن وكل إلى نفسه فقد خذل فتوى أخرى طريفة جدا وهي أن لبس حمالات الصدر أو الستيان حرام سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن حكم لبس النساء حمالات الصدر فأجابوا لبس حمالات الصدر يحدده ويجعل النساء كواعب فتكون بذلك مصار فتنة فلا يجوز لها أن تظهر به أمام الرجال الأجانب منها وأفت الشيخ ابن باز أنه حرام لأن المرأة توهم به أنها شابة أو بكر أو نحو ذلك فلهذا فهو غش محرم الفتوى الموالية جواز قتل الأخ لأخيه حين يتولى الحكم عندما تولى السلطان محمد الثاني جعل قتل الأخ من قوانين الحكم وركنا من أركان حفل التتويج ففي اليوم الذي يتولى فيه الحاكم يقتل إخوته وهذه الجرائم تستند على فتوى من المفتي استند فيها بدوره على القرآن فقتل الأخ إنما يتم لتجنب الفتنة والقرآن يقول إنما الفتنة أشد من القتل